أطلقت قناة تراث الصلت أوبريت القدس عربية وذلك على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية وخلال الاحتفال الذي حضره عدد كبير من المسؤولين والمواطنين أكد وزير الإعلام الأسبق الدكتور عدنان أبو عودة في كلمة له على أهمية اللغة العربية في حياتنا مع ما نلاحظه اليوم من تراجع في تعبيرها الفني لافتا إلى أن مبادرة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الداعية إلى الاهتمام بلغة الضاد جاءت لإعادة ألقها وقوتها وأكد رئيس بلدية الصلت المهندس خالد الخشمان أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية لا نقاش فيها وهي مسؤولية تاريخية ودينية لدى القيادة الهاشمية والدولة الأردنية من جهته أشار مدير قناة تراث الصلت خالد خريسات إلى أن هذا الأوبريت هو تأكيد على أن القدسة عربية وهي عاصمة لفلسطين واجتمل الاحتفال على قصائد شعرية وفقرات فنية ووطنية إضافة لتكريم عدد من الدعمين هذا العمل دعم لمبادرة وللعهد مبادرة ضاد ورسالة من محافظة البلغة للعالم أن القدس سوف تبقى عاصمة فلسطين والقدس عربية العمل هو أبريت غنائي مشتق من خمس فقرات كلمات الشائرة ضحوك داهود حقيقة هذا اليوم ارتقينا أنه يكون تكملة لمسيرة قناة تراث الصلت من خلال إضاءة 22 ألف شمعة التي تم إضاءتها بالقدس عربية والوصاية هاشمية ارتقينا أن نكون استمرار لهذا النهج إن شاء الله سيكون باستمرار حتى يوصل صوتنا أن القدس عربية سيما أمر جلالة سيدنا دائما في هذا الموضوع إحنا أيضا لغة الضاد من خلال مؤسسة سيدي ولي العهد راح يستمر أيضا فيها وتكون لها انطلاقة في محافظة البلقة في مؤسسة سيدي ولي العهد من خلال لغة الضاد